في اتجاه واضح وقوي لتشجيع شركات الانتاج العالمية على أنها تصور أعمالها في مصر ده ملف مهم جداً الدولة المصرية واخد فيه خطوات جدة لتعظيم الاستفادة من نتائج وعشان كده عاوزين نسأل هل فيه قوانين ممكن تظهر للنور خلال الفترة اللي جاية لتشجيع هذا النوع من الاستثمار؟ هل الملف حققنا فيه مكاسب قوية خلال الفترة اللي فاتت؟ كل ده هنعرفه دلوقتي من ضفنا اللي منورنا فيه الستوديو دكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس أنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي منورنا صباح الخير عليك صباح الفل يا أهلا بيك يا دكتور أهلا بسياتك صباح الخير بكل تأكيد هو مشروع قانون مهم جداً مسألة تنظيم عملية التصوير في الشوارع بصراحة شديدة يعني بدأ للانتباه والالتفات إلى أن مسألة التصوير في بلدنا مسألة مهمة ينبغي أن تقوم على أسس علمية مدروسة وأن احنا نراجع كل الموقف بشكل عام وشامل ونطلع بدروس مستفادة يمكن أن تكون يعني فتحة خير ده جزء من التطوير والنهضة اللي بتشمله مصر في كل المجالات إعادة الدراسة لهذا الأمر إحنا قدام عدد كبير من أنواع التصوير في الشارع فيه مواطن واقف بيتصور هو وأسرته مثلاً على سبيل المثال بشكل شخصي بالتأكيد لن يعني يضايق أحد كل من يقوم بالتصوير بشكل شخصي طالما أنت ما بتوقفش الطريق ما بتخلش يعني بالنظام العام بشكل أساسي مثلاً مش واقف في منطقة محظور أو ممنوع فيها التصوير على سبيل المثال التصوير الشخصي ده بقى يعني حاجة عادية ولكن المهم هو نوعين تانين من التصوير التصوير التجاري اللي قائم مثلاً على أننا بنعمل تصوير لإعلان أو تصوير غيره والتصوير القائم على عمل الأفلام وإحنا شفنا في الفترة الأخيرة أن المسألة دي بقت مسألة مهمة جداً إحنا بقى عندنا شركات عالمية بتنزل تعمل دعاية لبلدان بأنها تصور فيها فيلم يشوفوا العالم كله هل إحنا في مصر محتاجين نطور منظومتنا علشان خاطر نوصل للأمر ده بشكل كبير ونجتزب هذا النوع من الاستثمارات اللي بدأ يتعاظم يوم بعد الآخر نعم إحنا في حاجة إلى تقليل الإجراءات بتاعة السينما العالمية لما تيجي تعمل فيلم عندنا في الحقيقة مصر فيها معالم كتيرة قوي جذبت قبل كده فعلاً كبار المخرجين العالميين يعني فيلم كبير قوي لشايلة بوف وميجان فوكس تتصور في مصر هنا قبل كده عند الأهرامات فيه أفلام كتيرة غيرها وغيرها طبعاً لكن زي ما حضرتك بتقول أنه كان فيه قوانين كتيرة بتمنع أنه يحصل بسهولة أكتر فالقانون ده مهم جداً عايزين نعرف ملامحه إيه ملامح هذا القانون زي ما قلت لحضرتك المشروع التشريعي مشروع القانون للحكومة بتسعى جاهدة أن هي تقدمه واللي احنا كمان حرصين عليه جداً في اللجنة وعقدنا العديد من الاجتماعات بشأنه كله قائم على فكرة أننا إزاي أنظر إلى التجارب الدولية المختلفة في التعامل مع هذا الشأن إيه التسهيلات الإمتيازات اللي بيحتاجها الشركات الإنتاج الدولية الضخمة الكبيرة اللي بتنفق أموال لعمل فيلم يمتع العالم كله والعالم كله بتفرج عليه إحنا بنفتكر طبعاً لشك العديد من الأفلام في السينما الدولية سواء هوليوت أو غيرها من الدول ومؤسسات صناعة السينما الكبيرة في العالم اعتمدت على الأهرامات اعتمدت على القاهرة واحنا بنفرح بالمناسبة لما نشوف فيلم آه لما نشوف فيلم أجنابي وبنشوف فيه أثرنا ومعلمنا نفرح عايز أقول لحضرتك يكفي وأنا يعني شاهدت ده في العديد من دول العالم يكفي أن أنت تعمل قصة الفيلم عن زيارة لمصر أو زيارة للقاهرة هو المحور الأساسي بتاع الفيلم هو الزيارة ده أنت بتعمل ترويج وأنا شفت كتير جداً من الناس بعد مشاهدة أفلام بتعرض لحضرتنا لثقافتنا لبلدنا لمدننا بعد كده ده بيجذب السياحة غير كده أنت بيجي لك فرق كبيرة جداً يا فاندم من المصورين والمنتجين وانت هارف حدك صناعة سينما صناعة صناعة ثقيلة فأنت تخيل حضرتك أن كل دول بيجوا بيشوفوا بلدك وبيقضوا أيام جوا فندقك فده مكسب كبير جداً شاهدنا في الفترة الأخيرة العديد من دول العالم اللي بتجتزب هذا النوع من السياحة خلينا نقول أو هذا النوع من الترويج السياحي وشوفنا في الفترة الأخيرة اهتمام كبير جداً من الدولة وخاصة مجلس الوزراء ووزارة السياحة على أن احنا لأ احنا الناس دي لما تيجي علينا أن احنا نفتح لها الأبواب نيسر لها الأمور تعالى حضرتك لو بتحجز الفندق بمبلغ معين أنا هتديك خصم عليه لو سيادتك محتاج تيسيرات مثلاً لو بتعمل فيلم مثلاً أكشن فأنت محتاج معدات معينة أو تسهيلات معينة أو أوفر لك وسائل معينة أنا هتديك الوسائل دي دي نقطة مهمة جداً حضرتك تتكلم عنها وقلت أن احنا شوفنا تجارب دولية كتيرة جداً إزاي نقدر نستفيد من هذه التجارب يعني عايزين نموذج لدولة بتقدم تسهيلات كتير في مسألة التصوير ونتيجة دا انعكس على قطاع السياحة والترويج لهذه اللي بدأت العديد من الدول يعني العديد من الدول ظهر جداً جنبنا بدأت حتى تعمل مكتات لشوارع القاهرة لأثار القاهرة علشان خاطر يبقى عندها كل حاجة أنت واخد بالك يعني أنت مضطر كشخص عندك الستوري عن مصر أن أنت تيجي مصر فلا طب أنا أسهلك أنا تعال اعمل عندي بتسهيلات معينة فبالتالي القاهرة تستطيع أن تأخذ حقها المستحق مش القاهرة فقط يعني مدن الجميلة كلها سواء حتى يعني موجود حتى على بعد من القاهرة بزبط كثير جداً ياريت أنه نحن دائما نتكلم أن مصر فيها معالم كثيرة جداً حينية زي دي سباسيتو الحقيقة أعلى يعني فيوز على اليوتيوب يمكن مش فاكرة كم مليار لكن كثير جداً اتصورت في جزيرة ومروجت بشكل كبير قوي لهذه الجزيرة فالنهار دا إحنا عندنا حاجات كثيرة عندنا السحر الشمالي عندنا الوحات عندنا الأسر وأسوان عندنا القاهرة فيه حاجات معالم سياحية كمان كثير جداً وبحر أحمر شرم شيخ إزاي نقدر أن إحنا نروج للأماكن دي كلها عشان صناع السينما في هوليوود وغيرها وغيرها يجوا عندنا في مصر ويبتدوا يصوروا أفلامهم عندنا فلسفة مشروع القانون اللي قايم عليها اللي قايم عليها الفكرة قايمة على فكرة الشباك الواحد ودي فكرة تم تجربتها بالفعل من منتصف 2019 في مدينة الإنتاج الإعلامي إن أنا يبقى عندي لجنة واحدة على أعلى مستوى اللجنة دي بيجيها المنتج أو المخرج وبيعرض عليها فكرة الموضوع وبعد كده بنبدأ بمنتهى اليسر والسلاسة نشوف حضرتك أتصور فين طب إحنا اللي هنرد عليك خلال فترة ساعات يعني يوم واحد يومين بالكتير هنرد عليك ونقولك إن خلاص إحنا مجهزين لك المنطقة الفلونية خدنا الموافقات اللازمة لو أنت مثلا عايز تصور في البحر لو أنت عايز تصور تحت المية لو أنت عايز تصور في السماء من خلال طائرات مثلا درون زي ما قلت لحضرتك كده إحنا في هذا الأمر سنبدأ من حيث انتهى الآخرون الفكر المصري أن إحنا إن شاء الله خلال الفترة اللي جاي الدولة عازمة على أنها تكتزب لأن الاستثمارات دي مش بسيطة يا فاندم أنت متخيل حضرتك أن شركات كبرى في الإنتاج السينمائي دوليا وطبعا أنت عارفة حضرتك الشركات دي لما تدخل بسيناريو معين أو قصة معينة ما بيبقاش فيها أي نوع من أنواع الإخلال دي شركات كبيرة وزي ما قلت لحضرتك بتعرض للجمهور العالمي للعالم كله فبالتالي بيبقى فيه عملية اندقاء ممتازة للسيناريوهات والمشاهد وبتتكلف مليارات فدخير حضرتك أن أنت تجيبي تكتزبي شركة بتنتج بهذا الزخم والإنتاج الثقيل لفيلم العالم كله هيشوفه هيروج للسياحة عندك أنا في اعتقاد أننا حتى لو مكسبناش ماديا ده مكاسب بالعكس المكاسب هتكون أكبر وكلما وفرت وسهلت وأنا أعتقد أن مصر النهاردة قادرة على أنها تجتزب مثل هذه الأعمال الكبرى دي نقطة مهمة جدا كلما وفرت وسهلت لأنه إحنا طبعا عارفين أنه كان فيه بيروقراطية وده كان بيمنع أو بيبقى يعني إيه تحدي كبير جدا وده من شركات الإنتاج العالمية الموجودة فبتطر أن هي تسيب مصر وتروح تصور مشاهد من المفترض أن الأحداث بتحصل في مصر لكن تروح تصورها مثلا في جازة بلانك فإحنا بنتكلم في أن إحنا دلوقتي بنحط قانون وبنضع قانون مراعين في فلسفة هذا القانون أنه يقدم التسهيلات اللازمة للشركات الإنتاج العالمية عشان تكون موجودة في مصر وتيجي تصور الأفلام بتاعتها وتوثق اللحظات اللي مصر بتعاشها خلال هذه الفترة وده نقطة مهمة جدا لأنه جزء كبير جدا من دور السينما هو توثيق نحن دلوقتي نتكلم على حاجة مهمة جدا كرام سيدك سليم زي ما قلت الحضر الشباك الواحد التجربة اللي بتتم الآن في مدينة الإنتاج الإعلامي من خلال لجنة واحدة هي اللي بتعمل كل التسهيلات مع كافة مؤسسات وجهات الدولة وبتدي رد سريع خلال فترة وجيزة سواء يعني اللجنة لم ترفض يعني خلال الفترة زي ما قلت الحضر كده منتصف 2019 حتى الآن الدنيا كانت ماشية بشكل جيد جدا طبعا فيه دروس مستفادة يعني فيه واحد مثلا وهو داخل من المطار وجهته ومشكلة مثلا فيه المعدات فاللجنة دي على مستوى عالي جدا تبدأ تدرس طيب ايه المشكلة دي كيف أتغلب على هذه المشكلة حد تاني مثلا عندما يعني يعني كان في الطريق مثلا ممكن الجزء الخاص بالمحليات سواء في محافظة أو في مدينة يبقى فيه أي مضايقات فنرجع تاني نقول طيب لأ احنا محتاجين نأكد على هذه المضايقات وقبل ما تحصل هذه المضايقات والجميل والزبط كده والجميل بقى ان احنا بدأنا ننتبه على زي ما قلت الحضراتك كده يعني من حيث انتهى الاخرون طيب بالنسبة لتصوير الأطفال طيب بالنسبة لتصوير المشاهد اللي احنا مختلفين عنها ولازم نذكر حاجة مهمة لقفة ده دي طبعا طبعا لان هذه الأفلام يعني مسألة هل هي ستعرض في مصر او لن تعرض في مصر معاه فنب يعني اللي بيصور دوت هو بيصور لثقافة في امريكا الاتينية على سبيل المثال فانا لازم افرق مبين ان هذا المنتج بيتم تصويره على ارضي ولكن سيعرض مثلا في دولة تانية او ان هذا المنتج سي... ومصر بالفعل قامت بمنع بعض الأفلام اللي لا تناسب ثقافة مصرية بالتأكيد كل كلامنا ده لا يعني ان احنا بأي حال من الأحوال نعمل حاجة فيها إضرار وانا زي ما قلت لحدك صدقيني الشركات الكبرى عالميا عمرها ما بتأتي يعني بتبقى اصلا درسة كمان المجتمع والبيئة المصرية وبيبقى عندهم مستوى من الفهم والوعي والإدراك يمنع بالتأكيد ان هو يجيب حاجة نتمنى هو يعرف انها لكن حاليني اسأل حالك سؤال تاني في بعض الأوقات كنا بنشوف انه مثلا بيصوروا لا استنى نشوف تصريح الكاميرا الفلانية دي نقطة مهمة عايزة اتكلم فيها خاصة ان السينما مهمة جدا وبتوسق التاريخي ممكن اكتر من اعلانات واكتر من حاجات كتير قوية على الجانب الآخر عايزة اسأل حضرتك على السوشيال ميديا لو حد يوتيوبر مشهور جدا عنده قناة على اليوتيوب مثلا بيصور بيها الريفيوز اللي بيعملوها خلينا نقول عن الأماكن الساحية أو عن الأكل أو عن غيره غيره القانون ده هل بيدعم برضو رواد مواقع التواصل الاجتماعي أو المؤثرين خلينا نقول زي ما قلت لحضرتك القانون بيبدأ البداية هي التقسيم هذا التقسيم ده فيلم وثائقي ده فيلم سينمائي ده واحد من اليوتيوبرز اللي هم مؤثرين جدا ده تصوير شخصي ده تصوير تجاري فكل جانب من هذه الجوانب بيتم التعامل معاه على أساس الخبرات السابقة في مسألة إحنا تعرضنا لإيه الدول التانية عملت إيه وأنا أعتقد أن يعني في طريقنا إلى أن نجد لكل أسلوب ولكل طريقة الطريقة مثلة للتعامل معاه وزي ما قلت لحضرتك يعني الأمور دلوقتي ماشية بالفعل على ما يرام يعني العديد من الأفلام ليست فقط من أوروبا أو من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن حتى من دول مثل الهند وغيرها من الدول في أسيا يعني بشكل كبير الأمور في طريقها لأنها يتم ضبطها ويتم تقنينها بشكل كبير ومجلس الوزراء دلوقتي بصراحة يعني أنا شايف خطوات سريعة جدا في هذا الشأن إذن هيكون فيه لجنة هي المعنية بهذا الأمر هي التي تقدم هذه التسهيلات يعني شركات الإنتاج الإعلامية لما تيجي هتقدم أوراقها لهذه اللجنة فتفحص هذه الأوراق وتشوف السيناريو وتعتمد هذا الكلام وتقدم التسهيلات اللازمة هل في المخطط أننا مثلا ممكن نقدم معدات من عندنا كنوع من أنواع التسهيلات برضو ده برضو زي ما قلت لحضرتك ده يتوقف على حاجة الشركات اللي جاية لو الشركات دي محتاجة أي نوع من أنواع المساعدة والدعم أنا في اعتقادي إن شاء الله يعني مش هيبقى فيه تأخير نهائيا في الاستجابة لهذه الشركات طالما حضرتك بتعمل عمل في الآخر هيعب النفع على هذا الوطن وفي الآخر هيبقى ترويج ليه وإحنا يعني مش يعني زي ما قلت في النهاية أنت بتعمل عمل يعتبر دولي اللي بيشاهده الجمهور العالمي فإحنا مش عايزين أكتر من يعني السيناريو الجزء اللي يخصنا الجزء اللي هتصور على أرضنا وإن شاء الله هيكون فيه كامل الدعم يعني أنا في اعتقادي إن الدولة عزمة بالفعل بكل مؤسساتها سواء التشريعية أو التنفيذية على إنها تنجز هذا العمل وتقوم بيه على الوجه الأكمل في معارض كثيرة أو تتعامل في العالم ليها علاقة بالسينما وصناعتها يعني في أمريكا بالذات كمان حتى الكومي كونز أو الحاجات اللي ليها حتى سوبر هيروز والحاجات دي بيعملوها أو الأبطال الخارقين بيعملوها في جميع الولايات الأمريكية وغيرها من البلاد هل عندنا خطة نحن نزور هذه المعارض عشان نعرض فيها أو نسو لمعالمنا السياحية يمكن وتسهيلات اللي احنا بنعملها لفترة دي عشان صناعة أو صناعة السينما؟ المتخصصين في مصر في صناعة السينما بيأكدوا دايما على إن إحنا علينا إن إحنا نروج للتسهيلات اللي هيتم تقدمها من خلال المؤتمرات والمهرجنات الدولية فدي نقطة لم تغب أبدا عن النقاشات بالعكس المتخصصين في السينما كانوا حريصين جدا إن هم يقولوا إن إحنا علينا إن إحنا نظهر ما تنوي مصر تقديمه وما تقدمه بالفعل مصر من تسهيلات خلال الفترة القادمة للأسف الشديد نجحت كويس إن إحنا بنشوف دول نجحت في اكتذاب هذه الاستثمارات الضخمة ومن ثم إحنا كمان علينا إن إحنا نعرف العالم كله من خلال بقى الوسائل المختلفة يمكن من خلال السوشيال ميديا يمكن من خلال البرامجكم اللي بتفردوها النهاردة للحديث عن هذا الشأن إحنا بنرحب بشكل كبير جدا بالشركات الكبرى وبنعدهم بتيسيرات غير موجودة في دول كثيرة رغم إن في دول أعطت ربما أربعين في المية بيباك إنها للمبالغ اللي حضرتك بتدفع أتخيالي حضرتك إن وصل هذا الحجم من الدعم إلى إن أنا أقوله لو حضرتك أنفقت عندي مبلغ معين أنا هرجعلك أربعين في المية من هذا المبلغ حلوة قوي فكرة فكرة هاي فاتخيالي حضرتك العديد من الأفكار موجودة لأن بالفعل حيث أقول حضرتك أنت بتستقبلي نوعية متميزة وقادرة على إنها تروجلك يعني الفيلم اللي بتصور دوت أو اللقطة اللي بتتصور ده زي ما قلت حضرتك كده ممكن يشوفها الملايين حول العالم ويشوفوها فعلا الملايين فلو حضرتك هتنفقي على إعلام مدفوع الأجر ربما يكون عدد مرات عرضه أقل بكثير من المرات اللي هيشوفها وخلينا نتذكر كده أفلام زي جيمس بوند وغيرها مازال العالم كله بيتفرج عليها وبتعرض لينا للأسف بعض هذه الأفلام تصورتها على أرضنا يعني مش للأسف يعني احنا بنفخر إن بعضها تصور على أرضنا وللأسف الشديد إن بعضها تصور على مكتات خارج مصر ودي حاجات كنت بتزعلنا جدا إحنا نقدر إن إحنا نخلي اللي بيجري على إنه هو يعمل مكتة يقلت بيه حضرتنا وثقافتنا إحنا نقدر نخليه يعمله على الواقع وفي الحقيقة ونوفر له كل التيسيرات بحيث إنه هو يعني يظهر في أروع شكل وهو كمان ينفق أقل ويخرج صورة أروع عظيم إحنا هنعمل قانون وهنقدم تسهيلات لكن الترويج لهذه التسهيلات كنت حضرتك بتتكلم دلوقتي عن القائمين على صناعة السينما هل القائمين على صناعة السينما وشركات الإنتاج هي المسؤولة عن الترويج لمثل هذه التسهيلات اللي هتقدم وهذا القانون أم أن وزارة السياحة والأصار ليها دور بالتعاون مع اللجنة اللي هيتم تشكيلها ربو عليك أنا بحيك على هذا السؤال لأن بالفعل المتخصص في السينما يعني هو متخصص في هذه الصناعة فحسب يعني لما بتيجي تكلمه عن التسهيلات والتسهيلات يقولك طب أنا مش مش أنا الشخص المنوب به هذا حتى الموافقات ومش بنا عنده الموافقات معي فاندم وبالتالي فإحنا علينا أن نعقد هذا يعني الاجتماع اللي على طاولة مستجيرة بيجلس فيه الجميع وهي دي ميزة هذه يعني اللجان خلينا نقول إنها مش لجنة واحدة لأن أنا عندي زي ما قلت لحضراتك كده فيما يخص الدوكومنتري الوثائقيات أو الأفلام الوثائقية إحنا بنتعامل مع محتوى إخباري على سبيل المثال يبقى إحنا هنتعامل مع مجال تاني طبعاً مش مدينة الإتاج الألام ده مثلاً الهيئة العامة للإستلامات لما الأمر يبقى بيتعلق بتقرير وثائقي أو حاجة إخبارية فالليجان لازم التخصصات بيتتنوع أنا النهاردة لما زي ما قلت لحضراتك كده لما صور تحت المية غير لما صور في السماء فالشباك الواحد اللجنة الواحدة في التخصص الواحد هي دي إن شاء الله اللي هتبقى البداية لتحسين هذه البيئة واكتزابها وأعتقد إن إحنا يعني زي ما قلت لحضراتك كده إذا كنت أنا شايف إن دولة عازمة على حل هذا الشأن فأنا متأكد إن شاء الله فالجهود دي ستلقى النجاح وسنجتزب قريبا من خلال لأن إحنا عندنا كمان مصريين مخرجين ومفدعين المصري دلوقتي في الخارج وممثلين يعني بلا شك إن الوضع بتاع القوى النعمة المصرية وجمهورنا والمحبين لمصر حول العالم أعتقد إنه كل ده هيكون داعم وهيكون قادر على إنجاح هذه الخطوات اللي بتحصل دلوقتي على أرض الواقع فعلا مش مجرد مقترحات كل التوفيق ليكو طبعا في وضع هذا القانون ومشكرة شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا دكتور نياد المصطفى وكيل لجمة التقاف والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شرفتنا ونورتنا فهم ونورتنا ونورتنا